اشتركوا في القناة وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا ويقينا لك يا رب العالمين لازلنا وإياكم في هذه الحلقات المباركة وفي هذا البرنامج المبارك في علم الحديث ومعرفة الحديث الصحيح من الحديث السقيم من الحديث الحسن وغيره ولذلك يتبين للقارئ للسامع للمشاهد الكريم على أهمية إذا أراد أن يقرأ في الحديث أو ينشر حديث في برامج التواصل الاجتماعي أن يتأكد أولا قبل نشره من حكم العلماء على الحديث هل هو صحيح هل هو ضعيف ولذلك تكلمنا بفضل الله عز وجل عن آداب حامل الحديث في حلقات سابقة وتكلمنا أيضا عن أنواع الحديث الصحيح لذاته الصحيح لغيره الحسن لغيره الحسن لذاته وغيره من التعريفات وذكرنا أمثلة ثم ذكرنا جملة من التصنيفات التي سار عليها العلماء كالجوامع كالمعاجم كالمسند كمسند أحمد وغيره ولذلك اليوم معنا أنواع الصغط الظاهر وهي من علم الحديث وأول هذا الأمر هو المعلق الحديث المعلق والحديث المعلق هو ما حذف من مبدأ إسناده راوين أو أكثر على التوالي إذا حذف من إسناده راوين أو أكثر من مبدأه من بدايته أو أكثر راوين أو أكثر على التوالي ومبدأ الحديث هو طرفه الأدنى الذي من جهتنا أي جهة القارئ الذي يقرأ الحديث وهو شيخ المؤلف ويسمى أيضا أول السند أو أول الإسناد ومن صوره أن يحذف جميع الإسناد ثم يقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذه الصورة الأولى الصورة الثانية هو أن يحذف كل الإسناد إلا الصحابي فيقول قال الصحابي فلان مثلا عن أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلا الصحابي والتابعي مثلا فيبقى على اثنين الصحابي والتابعي والصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم مثاله ما أخرجه مثلا البخاري في مقدمة باب ما يذكر ثم ذكر الحديث قال غط النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان فهذا الحديث معلق لأن البخاري حذف جميع إسناده إلا الصحابي وهو أبو موسى الأشعري وهذا في مقدمة باب ما يذكر في الفخذ لما ذكر الإيمان البخاري هذا الباب ذكر هذه المقدمة حكم هذا الحديث حكم هذا الحديث المعطل قالوا أو المعلق قالوا الحديث المعلق مردود لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند أي يتصل السند من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الإسناد وذلك بحذف راو أو أكثر في السند مع عدم علمنا يقولونهم يعني شرح هذا مع عدم علمنا بحال ذلك الراو المحذوف ولذلك يعني حكم المعلقات في الصحيحين لها كلام آخر لأنه يعني في الصحيحين ربما يكون إذا وجد في المعلق في كتاب التزم صحته يلتزم صحته كالصحيحين وهذا الحكم هو أن المعلق مردود هو للحديث المعلق مطلقا لكن إن وجد المعلق في كتاب التزم صحته كالصحيحين فلذلك يتبين لنا أن تعريف المعلق هو ما حذف من مبدأه مبدأ إسناده راو أو أكثر على التوالي نقف عند هذا الفاصل يسير بتوفيق العليم القدير حياكم الله أيها الإخوة والأخوات لازلنا وإياكم في هذه الحلقة المباركة مع هذه الوجوه المباركة في هذه الشاشة المباركة وأسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه أن يوفقنا وإياكم دائما وأبدا إلى الطاعات ويجنبنا الذنوب والمعاصي والسيئات لازلنا في الحديث في هذه الحلقة المباركة على الحديث المعلق وقلنا أن الحديث المعلق هو من أنواع السقط الظاهر ولذلك ذكر العلماء أن هذا الحديث المعلق هو أول هذه الأنواع وتعريفه قلنا هو ما حذف من إسناده أو من مبدأ إسناده راو أو أكثر على التوالي ثم ذكر العلماء بيان وتعريف هذا المصطلح فقالوا ومبدأ السند هو طرفه الأول الأدنى الذي من جهتنا وهو شيخ المؤلف ويقال يعني أول السند يطلق عليه أول السند وسمي مبتدأ السند أو مبدأ السند أيضا لأنه مبدأ قراءة الحديث به لأن السند أو الحديث إذا قرأ يبدأون من أول السند عن فلان عن فلان عن فلان أو حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن التابعي اسمه عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيذكرون هذا الإسناد وهذا هو تعريف المصطلح مصطلح حديث المعلق هو ما حذف من مبدأه راو أو أكثر على التوالي صور هذا المعلق الحديث المعلق ذكرناه أن يحذف جميع السند ثم يقول قال صلى الله عليه وسلم فيحذف من رواه من التابعين وتابع التابعين وأيضا حتى الصحابي يحذف منه ومباشرة يروى قول النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة الثانية هو أن يحذف كل الإسناد إلا الصحابي أو إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي مثلا فيحذف جميع الرغاة الذين روى الحديث إلا الصحابي أو يكون الصحابي والتابعي فهذه صورة أخرى مثاله ما ذكرناه في مقدمة البخاري مقدمة باب ما يذكر في الفخذ فقال مباشر عن أبو موسى الأشعري قال غط النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان فبوب البخاري رحمه الله هذا الباب في هذا أو هذا الحديث في هذا الباب ثم يتبين لنا حكم الحديث المعلق وقلنا أن الحديث المعلق مردود لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند وأيضا تكلمنا عن حكم المعلقات مثلا في الصحيحين وبين العلماء إن وجد الحديث معلق في كتاب التزم صحته التزم صاحبه في الصحة كصحي البخاري ومسلم لأن البخاري ومسلم كانوا لا يدونون ولا يكتبون حديثا في الصحيحين في البخاري ومسلم إلا يشتريطون صحة الحديث بخلاف من؟ كنتم تذكرون في الحلقات الماضية بخلاف الترمذي في جامع الترمذي أو يسمى سنن الترمذي كان يدخل الصحيح والحسن والضعيف ثم يبين حكم العلماء على الحديث الضعيف بهذا القدر نكتفي وإلى لقاء آخر نلتقي إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة